عزائي طالبات وطلبة الصف الاول اعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء ولازلنا شغالين في الجبر في الوحدة التانية واحنا في اخر حلقة كنا اتكلمنا عن العمليات على المقادير الجبري ودرسنا جمع وطرح المقادير الجبري وايضا درسنا ضرب المقادير الجبري النهاردة في حلقة اليوم هندرس اخر عملية وهي عملية القسم هندرس اسمت مقدار جبري على حد جبري واسمت مقدار جبري على مقدار جبري اخر وحندرس كمان التحليل باخراج العامل المشترك الام طيب عشان اقسم مقدار جبري على حد جبري اعمل ايه اقسم كل حد من حدود هذا المقدار على هذا الحد الجبري تعالوا نشوف كده مع بعض مثال بيقول لي ادي قسمة مقدار جابري على حد جابري عند قسمة مقدار جابري على حد جابري نقسم كل حد من حدود هذا المقدار على هذا الحد يعني ايه الكلام ده مثال اوجد خارج قسمة 32 سين قص 5 ناقص 48 سين قص 3 زائد 72 سين قص 7 على سالب 8 سين قص 3 عشان اقسم هذا المقدار على هذا الحد اعمل كده ادي عندي شرطة الكسر اهو وحابد اقسم اهو شرطة كسر وقت بالمقدار في البسط والحد اللي هقسم عليه في المقاب يبقى بيساوي ادي 32 سين قص 5 ناقص 48 سين قص 3 زائد 72 سين قص 7 هقسم ده على سالب 8 سين قص 3 يساوي اتفقنا عشان اقسم مقدار جابري على حد جابري اقسم كل حد من حدود هذا المقدار على هذا الحد الجابري طب فيه ملحوظة عايزة اقوله اما اجا اقسم حد على حد احنا درسناها قبل كده اعمل ايه اقسم الاشارة على الاشارة والمعاملات على بعض وعند قسمة الاساسات المتشبهة اعمل ايه برافو عليك وبطرح الاساس تعالوا نقسم هنا موجب على سالب يبقى سالب 32 على 8 يدينا كام 4 طب سين قص 5 على سين قص 3 اكتب الاساس اللي هو سين واطرح الاساس 5 نقص 3 يدينا كام اتنين اقسم الحد التاني على هذا الحد سالب على سالب بموجب يا مصد 48 على 8 كام 6 طب سين قص 3 على سين قص 3 بسين قص 0 لاني باطرح الاساس يعني 1 6 في 1 يبقى 6 خلاص مش حكتي بحاجة بعد كده موجب على سالب بسالب 72 على 8 يدينا 9 طب سين قص 7 على سين قص 3 باطرح الاساس يبسين قص كام قص 4 دي طريقة اسمة مقدار جابري على حد جابري تعالوا نشوف كده رقم 2 كان بيقول لي عاوز خارج قسمة 2 ألف قص 3 به قص 2 ناقص 4 ألف قص 2 به قص 3 زائد 6 ألف قص 2 به قص 2 على 2 به قص 2 ألف قص 2 طيب اتفقنا عشان أقسم مقدار جابري على حد جابري أعمل إيه؟ أقسم كل حد من حدود هذا المقدار على الحد الجابري اللي مدهه مع مرعار الأول بأسم الإشارات بعد كده بأسم المعاملات اللي هي الأعداد بعد كده بأسم الرموز على بعض مع مرعار عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس تعالوا نقسم المقدار على الحد اللي هو مدهول أدي عندي شرطة الكسر واكتب المقدار فوق والحد اللي هو عايز يقسم عليه في المقام أهو يبقى حقسم هنا 2 ألف قص 3 به قص 2 ناقص 4 ألف قص 2 به قص 3 زائد 6 ألف قص 2 به قص 2 على 2 به قص 2 ألف قص 2 تعالوا بقى نقسم 2 على 2 بواحد طيب ألف قص 3 على ألف قص 2 بكتب الألف واطرح الأسس يبقى ألف قص 1 به قص 2 على به قص 2 آه ببه قص 0 يعني يدينا 1 ألف و 1 يدينا ألف بعد كده سالب على موجب بسالب 4 على 2 يدينا 2 ألف قص 2 على ألف قص 2 اتفقنا بطرح الأسس بألف قص 0 والألف قص 0 بواحد يعني 2 في 1 ب2 به قص 3 على بيه قص 2 أكتب لبه واطرح الأسس يبقى به قص 1 بعد كده موجب على موجب بموجب يا مستر 6 على 2 ب3 ألف قص 2 على ألف قص 2 خلاص اتفقنا بقى بواحد خلاص راحت مع بعض به قص 2 على به قص 2 أيضا بواحد طبعا 3 في 1 يدينا 3 إذا نخارج القص ما هو ألف ناقص 2 به زائد 3 احنا تعلمنا دلوقتي إزاي أقسم مقدار على حد جابري وتعلمنا عشان أقسم مقدار جابري على حد جابري بأقسم كل حد من حدود هذا المقدار على هذا الحد طيب وعشان أقسم بأعمل إيه أقسم الأول الإشارات وبعد كده المعاملات وبعد كده العوامل اللي هي الرموز مع مراعاة عند قسمة الأساسات المتشابهة برابو عليك وبطرحي أصوص طيب ننتقل بقى النقطة تانية عشان أقسم مقدار جابري على مقدار جابري أعمل إيه أراعي الأول ترتيب إيه حدود هذا المقدار حسب الأصوص بتاعة السين أو الرمز اللي عندي أصوص 3 طبعا تنازليا بعد كده أصوص 2 بعد كده أصوص 1 تعالوا نشوف كده مع بعض إزاي يقسم مقدار على مقدار جابري آخر بص معايا على الشاشة قسمة مقدار جابري على مقدار جابري آخر أوجد خارج قسمة سين قس 2 زائد خمسة سين زائد 6 على سين زائد 2 خد بالك ده مقدار جابري مكون من 3 حدود أهو اللي هما سين قس 2 زائد خمسة سين زائد 6 حقسمه على مقدار جابري آخر مكون من حدين اللي هو سين زائد 2 أعمل إيه أعمل حرف ال L اللي أمامك ده كده مقلوب واكتب هنا المقسوم وهنا المقسوم عليه تعالوا بقى نشوف مع بعض خطوات اسمة مقدار على مقدار أول خطوة أقسم الحد الأول على الحد الأول والنتجة أكتبه في هذا المقام تحت حرف ال L كده يعني أقسم سين قس 2 على سين حادينا سين احنا تعلمناها لأنه بطرح القس بعد الاسمة ضرب أضرب المقسوم عليه ده في نتج الاسمة ده لأنه سين زائد 2 في سين يلا سين في سين بسين قس 2 يا مصدر بعد كده موجب 2 في سين بموجب 2 سين طب بعد الضرب أشد خط كده وغير الإشارات لأنه حطرح دي موجب حتبقى سالب ودي موجب حتبقى سالب سين قس 2 ناقس سين قس 2 راحوا مع بعض كده بسفر خمسة سين ناقس 2 سين حيدينا موجب 3 سين ودي الزائد 6 زي ما هي طيب أنا عملت إيه دلوقتي في الاسمة خدت أول حد قسمته على أول حد بعد الاسمة ضربت المقسوم عليه في خارج الاسمة بعد كده غيرت الإشارات عشان بطرح طب أعيد نفس الموضوع مرة تانية أكتب لكم كده على جنب أول خطوة عملنا إيه اقسم أهي اقسم بعد كده اضرب بعد كده اطرح قد تلات خطوات بتوع عملية قسمة مقدار على مقدار طيب أعيد بقى نفس الموضوع تاني أقسم 3 سين على سين حيدينا كم حيدينا موجب 3 مستر بعد الاسمة إيه بعد الاسمة ضرب أضرب التلاتة ده في السين زائد اتنين سين في تلاتة بتلاتة سين طب اتنين في تلاتة بموجب ستة يلا بعد الاسم بعد الضرب أعمل إيه أشد خط كده وغير الإشارات دي حتبقى سالب ودي حتبقى سالب 3 سين ناقس 3 سين رحوا مع بعض حيدينا كده كام حيدينا سفر يا مستر قد 3 سين ناقس 3 سين هنا حيبقى سفر وبعد كده موجب ستة ناقص ستة برضو حيددينا سفر يبقى خارج الاسمة كده خلاص خلصت اذا سين قصت اتنين زائد خمسة سين زائد ستة على سين زائد اتنين هيكون الناتج سين زائد ثلاثة طيب عاوز اتأكد ان حل ده صحيح اعمل ايه اضرب السين زائد اتنين في سين زائد ثلاثة بمجرد النظر واحنا درسناها في الحلقة السابقة سين في سين بسين قصت اتنين اضرب بعد كده اللي اتنين في السين باتنين سين والتلاثة في سين بتلاثة سين مجموحهم خمسة سين اتنين في تلاثة بستة اذا ناتج الضرب سين قصت اتنين زائد خمسة سين زائد ستة كده يبقى خارج الاسمة صحيح تعالوا بقى ننتقل لنقطة تانية وهي التحليل باخراج العامل المشترك الاعلى عشان احلل اي مقدار جابري فيه خطوات لازم اعملها ايه هي الخطوات ان انا باخد العامل المشترك الاعلى لحدود المقدار الجابري اللي مدهولي بعد كده بافتح قوس واقسم حدود المقدار على العامل المشترك الاعلى واقفل القوس تعالوا نكتب مع بعض اللي احنا قلناه بص كده معايا على الشاشة التحليل باخراج العامل المشترك الاعلى طريقة التحليل عندي ثلاث خطوات اول خطوة نوجد العامل المشترك الاعلى بين حدود المقدار الجابري تاني خطوة نضع العامل المشترك الاعلى خارج قوسين بعد كده نقسم كل حد من حدود المقدار على العامل المشترك الاعلى ونكتب خوارج القسمة داخل القوسين دي الخطوات اللي يحب يكتبها معايا تعالوا نشوف مع بعض مثال ادي عندي مثال اهو بيقول لي حلل باخراج العامل المشترك الاعلى ومديك مسألتين او مقدارين المقدار الاول هو خمسة وتلاتين الف زائد عشرة الف قسي تنين التاني تسعة ميم قس اربعة نون قسي تنين ناقص ستة ميم قسي تلاتة نون قسي تلاتة زائد اتناشر ميم قسي تنين نون قس اربعة عاوز احلل ده باخراج العامل المشترك اتفقنا بعمل ايه اشوف العامل المشترك الاعلى لحدود هذا المقدار عندي خمسة وتلاتين وعشر يا طرى العددين دول يقبلوا الاسم على كام برافو عليكو على خمسة يا مستر او مكتب الخمسة فيه الف متكررة في حدود المقدار ايوا فيه الف هنا وهنا الف قسي تنين باخد القس الاصغر ليهم اللي هو الف بعد ما كتبت العامل المشترك الاعلى لحدود المقدار افتح قوس واقسم المقدار على العامل المشترك الاعلى اللي انا كتبته خمسة وتلاتين على خمسة كام سبعة يا مستر الف على الف بالف قسي سفر لاني بطرح الاسس يعني واحد سبعة في واحد بسبعة وقادي الزائد الاشارة عشر على خمسة هيدينا اتنين الف قسي تنين على الف يدينا الف لاني بطرح الاسس واقفل القوس ده كده انا حللته باخراج العامل المشترك الاعلى تعالوا نشوف رقم اتنين بيقول لي هنا تسعة ميم قسي اربعة نون قسي اتنين ناقص ستة ميم قسي تلاتة نون قسي تلاتة زائد اتناشر ميم قسي اتنين نون قسي اربعة عاوز حلله باخراج العامل المشترك الاعلى ابص الاول على مين على المعاملات اللي هم التسعة ودي عندي السليب ستة ودي الاثناشر يطرى التلاتة دول يقبلوا الاسم على كام برافو عليكو هيقبلوا على تلاتة يبقى هنا يقبلوا على تلاتة ده عامل مشترك الميم متكررة في الحدود ايو في ميم قسي اربعة وميم قسي تلاتة وميم قسي اتنين اخد الايه القسي الاصغر اللي هو ميم قسي اتنين في نون متكررة في حدود المقدار ايو يا ميستر في نون قسي اتنين ونون قسي تلاتة ونون قسي اربعة اخد القسي الاصغر اللي هو نون قسي اتنين بعد ما كتبت العامل المشترك الاعلى لحدود المقدار الجابري افتح قسي اعمل ايه برافو عليكو احنا تعلمناها بقى بقسم يا ميستر يلا تسعة على تلاتة حيدينا تلاتة ميم قص 4 على ميم قص 2 حيدينا ميم قص 2 نون قص 2 على نون قص 2 قلنا بنون قص 0 يعني بواحد خلاص مش حكي تبحاج بعد كده ناقص 6 على 3 يديك 2 ميم قص 3 على ميم قص 2 بطرح الأسس يبقى ميم نون قص 3 على نون قص 2 حيدينا نون لإن بطرح الأسس بنون قص 1 بعد كده أدي الزائد 12 على 3 يديك 4 100 قص 2 على 100 قص 2 قلنا ب100 قص 0 يعني 1 خلاص 4 في 1 ب4 0 قص 4 على 0 قص 2 هيديك 0 قص 2 طرحت الأسس وقف للقوص كده أنا حللت هذا المقدار بإخراج العامل المشترك الأعلى نقول تاني عشان أحل المقدار جابي بإخراج العامل المشترك الأعلى أخذ العامل المشترك الأعلى لحدود هذا المقدار الأول بالنسبة للمعاملات زي 9 هو 6 و 12 لقيت العامل المشترك 3 لقيت فيه حرف متكرر بأخذ القص الأصغر وافتح قص وقسم المقدار على العامل المشترك الأعلى تعالوا نشوف مع بعض مثال آخر بيقولي هنا برضو مثال تاني هو حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى لهذا المقدار اللي أمامك اللي هو 3 سين قص 2 وفتح قص سين ناقص 7 زائد 2 سين وقص أيضا سين ناقص 7 زائد 5 في سين ناقص 7 المقدار اللي أمامك ده فيه كم حد فيه 3 حدود أدي أول حد اللي هو 3 سين قص 2 والقص وقادي تاني حد لأن فصلتهم إشارة زائدة اللي هو 2 سين في سين ناقص 7 وقادي الحد التالت 5 في سين ناقص 7 اتفقنا عشان أحلل بإخراج العامل المشترك الأعلى أبص الأول على الثلاثة والاثنين والخمسة يا طرى فيه عامل مشترك؟ لا ما يبلوش الاسم على حاجة طب فيه سين قص 2 هنا وهنا سين وهنا ما فيش حاجة يبقى ماينفعش أخد هنا عامل مشترك سين لكن إيه بقى العامل المشترك أمامي؟ العامل المشترك يا مستر هو القصة اللي هو سين ناقص 7 متقرر في الحدود الثلاثة أو ما أخده عامل مشترك أكتب كده سين ناقص 7 واقفل القص ده كده العامل المشترك وافتح قص واكتب من الحد الأولاني لما أقسم ده على سين ناقص 7 السين ناقص 7 يروح مع السين ناقص 7 يتبقى لك 3 سين قص 2 حد اللي بعده زائد 2 سين في سين ناقص 7 حقسمه على سين ناقص 7 القص يروح مع القص يتبقى لك 2 سين زائد 5 في القص سين ناقص 7 على سين ناقص 7 السين ناقص 7 تروح مع السين ناقص 7 يتبقى لك كام يتبقى لي 5 إذن ناتج التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى عبارة عن القوس اللي هو سين ناقل سبعة وافتح قوس وقسم كل حد من حدود هذا المقدار على العامل المشترك الأعلى اللي هو سين ناقل سبعة اتبقى قالي تلاتة سين قس 2 زائد 2 سين زائد 5 تعالوا بقى ننتقل لنقطة تانية احنا بعد ما درسنا الاسمة واسمة المقادير الجبرية وتعلمنا ازاي يأسم مقدار على حد جبري ومقدار على مقدار وازاي يحلل بإخراج العامل المشترك نقطة الأخيرة النهاردة عندنا هي الإحصاء وحندرس فيها مقاييس النزعة المركزية ايه هي مقاييس النزعة المركزية هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال عشان اجيب الوسط الحسابي لمجموعة من القيم بيسوي مجموعة هذه القيم على عدده عشان اجيب الوسيط لمجموعة من القيم ارتب هذه القيم اما تصاعديا او تنازلي بعد ما رتبها اخذ القيمة اللي في المنتصف تماما ده اذا كان عدد القيم فاردي طب لو عدد القيم زوجي اخذ الوسط الحسابي للقمتين اللي في النص يعني مجموعهم على اتنين طيب تالت مقياس من مقاييس النزعة المركزية هو المنوال ايه هو المنوال هو اكثر القيم شيوعا او تكرارا اكتب معايا كده مقاييس النزعة المركزية اهي امامك على الشاشة مقاييس النزعة المركزية الوسط الحسابي الوسيط المنوال قلنا الوسط الحساب المجموعة من القيم يسوي مجموعة هذه القيم على عددهم الوسيط عشان اجيبه أرتب القيم إما تصاعديا أو تنازليا هيكون الوسيط هو القيمة اللي في المنتصف تماما أو مجموع القيمتين اللي في النص على اتنين ده لو عدد القيم زوجي لكن لو فرد هي القيمة اللي في المنتصف تماما المنوال هو أكثر القيم شيوعا أو تكرارا تعالوا نشوف مع بعض مثال على مقاييس النزع المركزي بص معايا كده الجدول التالي يوضح عدد ساعات النوم لكل من محمود ومحمد خلال اسبوع محمود كان عدد ساعات النوم خلال الاسبوع 7 و 5 و 8 و 9 و 8 و 6 و 6 محمد عدد ساعات النوم 8 و 9 و 7 و 9 و 9 و 5 و 5 ايه؟ الوسط الحسابي لعدد ساعات النوم لمحمود اتفقنا عشان اجيب الوسط الحسابي لمجموعة قيم اعمل ايه؟ اجمعهم واقسمهم على عدده بص معايا كده يبقى الوسط الحسابي ادي المطلوبة هو الوسط الحسابي لعدد ساعات النوم لمحمود قلنا هيساوي ايه؟ ده عبارة عن وسط حساب المجموعة من القيم يبقى بيساوي مجموعة هذه القيم على عددهم تعال نجمع القيم يبقى 7 زائد 5 اه امامك ايه؟ 7 و 5 و 8 و 9 و 8 و 6 و 6 زائد اللي بعده 8 زائد 9 زائد 8 زائد 6 زائد 6 على عددهم ادي 1 2 3 4 5 6 7 يبقى سمهم على 7 يطرى الناتج كام؟ لو كتبت الكلام ده جمعتهم واسمتهم على 7 بالألة الحسبة يدينا كام؟ يدينا 7 اذا متوسط عدد الساعات هنا هي 7 ساعات في اليوم تعالوا نشوف تاني مطلوب بيقول لي عدد عين ساعات الوسيط لكل منهما انا عايز اجيب ساعات الوسيط لكل من محمود ومحمد طب ما اتفقنا عشان اجيب الوسيط لمجموعة من القيم اعمل ايه؟ برفو عليكم برتب هذه القيم اما تصاعديا او تنازليا ثم باخد القيمة اللي في المنتصف تماما ده لو عدد القيم فردي ولو زوجي بجيب الوسيط الحسابي للمجموعة القيمتين اللي فين اللي في المنتصف تعالوا نجيب الوسيط لعدد ساعات النوم لمحمود الوسيط لعدد ساعات النوم لمحمود اولا انا حردت بالقيم بتاعة ايه؟ عدد ساعات الايه انهم لمحمود اصغرهم مين؟ كان عندي خمس وبعد كده عندك ستة متكررة مرتين وبعدها سبعة وبعدها تمانية وبعدها تسعة قد اتنين اربعة ستة لا فيه تمانية تاني وبعد التمانية تسعة دول كده عدد الايه؟ الساعة بعد ما جبت كده او رتبتهم اعمل ايه بقى؟ اجيب القيمة اللي في المنتصف سابعة طب اشتب ده مع ده وده مع ده والستة اصادها تمانية مين اللي بقى في النص؟ يبقى الوسيط يسوي كام؟ يسوي سبعة تعالوا نشوف بقى الوسيط لعدد ساعات النوم لمحمود هنكتب نفس الكلام اهد الوسيط لعدد ساعات النوم لمحمود اعمل ايه؟ حرتب ارتب برضو القيم انا عندي اصغرهم مين؟ خمس وبعدها خمس وبعدها سبعة وبعدها تمانية وبعدها تسعة وتسعة وتسعة تعالوا بقى نشطب دي واحد مع الاقصاد والخمسة اقصادها تسعة والسبعة اقصادها تسعة اذا الوسيط يسوي كامل قيمة اللي في المنتصف تماما اللي هو تمانية طيب اخر نقطة صغيرة كده بيقولك عين المنوال المنوال هو اكثر القيم شيوعا بالنسبة لمحمد من اللي اتكرر اكتر واحد هو التسعة يبقى المنوال بيسوي كام؟ بيسوي تسعة احنا النهاردة درسنا ازاي اقسم مقدار على حد جبل ومقدار على مقدار وتعلمنا ازاي احلل باخراج العام المشترك واخيرا درسنا مقاييس النزعة المركزية الوسط الحسابي والوسيط والمنوال بكده عزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم بشكركم على حسن متابعتكم انتظرونا بعد الفاصل مع زميل اخر ورياضيات للصف الثاني الاعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا